قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة عملت عن إجراء تعديلات تشريعية بهدف المحافظة على المال العام ومكافحة التهرب الضريبي وتغليض العقوبات على المخالفين وأكد خلال كلمة للمواطنين أن جميع المبالغ المستردة من مكافحة التهرب والفساد ستدخل إلى الخزينة وستساعد في معالجة الطباط الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا نحن ركزنا على ثلاثة قوانين هامة أولها كان قانون ديوان المحاسبة وثانيها كان قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عدلنا هاي القوانين الثلاثة بشكل كبير مكننا من تغليض العقوبات وزيادة الرقابة وأعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبة وأيضا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقدروا يقوموا بدورهم بأكمل وجه بالإضافة إلى أيضا تعديل قانون غسيل الأموال اللي الآن أرسلناه لمجلس النواب في 2019 بلغت الاسترداد حوالي 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء في الجانب الإجرائي إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أيضا منذ بداية السنة بداية 2020 حتى الآن هناك حوالي 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها من العام 2019 وهناك 217 مليون دينار مبالغ صدرت فيها أحكام قضائية وجاري العمل على استردادها في جانب تنفيذي مهم جدا رأينا نتحدث عنه لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العام بالدائرتين تم اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات ترجمة نانسي قنقر